منذ بداية أزمة أوكرانيا فرضت الدول الغربية سلسلة من العقوبات على روسيا بهدف الحد من قدرتها على تمويل الحرب لكن مع مرور الوقت بدأت تلك الدول تعاني من تأثير العقوبات على اقتصادها نظرا للارتفاع الكبير في أسعار موارد الطاقة والمواد الغذائية أدى الحظر الذي فرضه الغرب على موارد الطاقة الروسية إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط والغاز انعكست بدورها على أسعار السلع والخدمات وعرق للحظر خطط أوروبا للتحول إلى الطاقة النظيفة وعادت دول عدة إلى استخدام الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية تبعا لزيادة أسعار الطاقة ارتفعت تكلفة الإنتاج ومعدلات التضخم ومعها زادت المخاوف من احتمال حدوث ركود خلقت الضغوط الناجمة عن ارتداد أثر العقوبات انقصاما بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بين مؤيد ومعارض لها وزير خارجية هنغاريا شقع سطاعة العقوبات وذهب إلى موسكو طالبا المزيد من الغاز ولأن الاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة سرعان منطلق لتدعيات الوضع الاقتصادي إلى السياسة إيطاليا هي الدولة الأحدث في سلسلة المتضررين من ترد الوضع الاقتصادي رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراكي اضطر للاستقالة تحت وطأة الضغوط الاقتصادية بعد ارتفاع ديون البلاد وعجز الحكومة عن معالجة تدعيات أزمة كورونا وأتت أزمة أوكرانيا لتضعى نهاية لحكومته سبقتها بريطانيا حيث اضطر رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى تقديم استقالته لأسباب صحيح أن أهمها داخلي لكن أيضا من بينها عدم قدرة حكومته على كبح جماح التضخم الناتج عن الأزمة الأوكرانية من قبلهما فرنسا حيث خسر التحالف الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في الانتخابات التشرعية التي جرت في يونيو الماضي ومثل كرة الثلج يتضخم الأثر الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات أوروبا بات على حافة أزمة خطيرة ويواجه شبح الركود والانهيار وزير المالية طالب بتحرك سريع لتعويض نقص الإمدادات الروسية وإلا فأن العديد من المصانع ستغلق أبوابها ويخسر الألاف وظائفهم الرهان الخاسر هكذا تبدو الصورة الآن في البداية راهن الغرب على شل قدرة روسيا على تمويل الحرب وبعد أشهر أصبحت أوروبا تعاني ما بين التغلب على أثار العقوبات على اقتصاداتها وبين الوفاء بوعودها في تقديم الدعم الاقتصادي لأوكرانيا لتمكينها من الصمود ترجمة نانسي قنقر